موسيقى شغال? خلصوصة نستي. بقى مسامع. خلصوصة نستي. اخر مرة هتسمعوها النهاردة في الغالب بقى. يعني السنة جاء عليكم بخير السيوم يوم لتنين. فما علش بقى ايه? زمن الشاورمة ولا وفات. المهم. طيب. حد فكر احنا قلنا ايه? بقالنا كتير ما تقابلناش. كنا خلصنا مع بعض التلات مجامع اللي الكنيسة بتعترف بيهم. مجمع نقية. تكفكرون كده بدعة مين? مجمع نقية بدعة مين? اريوس ومين بطل المجمع? الباب اساناسيوس. طيب سنة كام? تلتمية خمسة وعشرين. حضروا كام اسكوف? تلتمية وتمنتاشر. طلعوا لنا ايه? نص الاولاني من قانون الايمان. المجمع اللي بعديه. مجمع ايه? كوستنطينية. بدعة مين? بسكر روح الكودس? لا. مكدونيوس. الانكر لهوت الروح الكودس. كانوا كم اسكوف? مية وخمسين. سنة كام? تلتمية واحدة وتمانين. عملوا ايه? كملوا لنا مين كان بطل المجمع من كنيستنا? ما هو بابا اه. ما مش ماما. بابا اه? لا. البابا تموساوس لتنين وعشرين. بعدين مجمع افاسوس سنة اربعمية واحدة تلاتين. مشكلة مين? نسطور. عمل ايه نسطور ده ايه? لا. ده اريوس الانكر لهوت الايه? طبعتين. المسيح فيه طبعتين واكنومين وشخصين ما تولد من العدرة. المسيح وبعدين بقى الله. مين بطل المجمع? ما فاضلش غيره بقى. البابا كرولوس. عمود الدين. المجمع عمل ايه? ما عملش حاجة. ايوة. الحرمانيات ضد نسطور. لكن ما حطش مقدمة قانون الايمان. ماشي? النهار ده بقى هنتكلم على مجمع مهم جدا. ده المجمع اللي قسم الكنيسة الاول مرة في التاريخ ولازلت منقسمة لحد النهار. ده السبب النهار ده فيه في العالم خلقودونيين وخلقودونيين فيه روم وفيه كاتوليك وهكذا. فده سبب انقسام الكنيسة من الف وخمسمائة سنة لحد النهاردة. هنفهم الاحداث والملابسات بتاعت الموضوع. ما تركزوش قوي مع السلايدز. ركزوا مع الكلام اللي هقوله اكتر. عشان فيه تفاصيل كتير قوي. هنحاول نعرف ليه السبب بتعلن شكاك. اه? ده البابا ديسكورس هنعرف دلوقتي ايه اللي حصل. يا رب ايه. مش مهم الكن. عاكلكم الاول قصة حقيقية حصلت معي عشان تفهمنا الوضع عامل ازاي? كنت مسافر بلد في افريقيا اسمها ملاوي. تحت دي تحت اه. كلام ده كان من عشر سنين تقريبا حداشر سنة. وبعدين ما كانش لسه فيه كنيسة ابطية. الحمد لله النهاردة فيه كنيسة ابطية. فراحين نستكشف البلد طبع خدمة الكرازة. فلاقينا على جوجل مابس كده كنيسة قلنا الله نروح نصلي فيه. فدخلنا الكنيسة دي. حلوة وكده وشكلها حال. قابلنا الاسيس اللي موجود ده راهب من اليونان. راهب من اليونان. فبعرفه بنفسي احنا ما الكنيسة الابطية ومش عارف. ايه قلت بقى هياخدني بالحضن وكده. اه. قال لي راح هو 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 بيضاني كده. وش وحمر. وبعدين قال لي بقى ايه بس. انت ركزوا في التفاصيل. اللي قالوا بالزبط. انت قطاخي. انا اسمي فادي يا عم مش قطاخي. انت قطاخي. انتوا اصحاب الطبيعة الواحدة. انتوا ما بتقامنوش بالسبع مجامع. ومشوا طلعوا بقى. ماشي. فقلت يمكن غلط في العنوان. رحت يوم الحد. ده كان جمعة رحت الحد. وحضرنا القداس. لقينا القداس موجود. بيقولوا اجيوس اوسي اوس وبيقولوا كريالايسون باليوناني بقى مزايا عندنا. وكان معانا بنتين كده فراحوا كاتبين ورق. بعت على المسبحات يا نصلي. خمس دقايق والورقة رجعت تاني. عمركم شفت ورق بيرجع. احنا عندنا بنرجعوش. بنقطعوا جوه من برا برا. لأ هنا الورقة رجعت تاني. وبعدين الشماس ميل علينا قال ايه? ابونا عايزكم بعد القداس. خلصنا القداس قفل الباب علينا. احنا التلاتة. وراح رصص نفس الراسة تاني. انتو اتخيين انتو اصحاب الطبيعة الواحدة انتو ابتنوش بستوى عن مجامع. انتو هارتكة. انتو لازم تتعمدوا تاني. وهو عجيبوا سجد الارثوذكسية هنا في البلد. بس كده. انا ساعتها ايه بقى? الجلالة خديتني. بتقول انت مالكش سلطان علي. انا البابا عارف ان انا هنا. البابا تدروس يعني. فانت مالكش سلطان علي. بس خرجت حزين. هما اسمهم ارثوذكس. واحنا ارثوذكس. وشايفين هارتكة. واحنا عندنا برضو شايفين بنسبة كبيرة ان هما هارتكة. بدليل ان احنا في التسبحة بتاعت بكر بنقول ايه? القديس العظيم البابا الذي حارب عن الايمان ضد الهراتيقة. موامين الهراتيقة. بتوع مدمع خلق دوني. اللي احنا هنتكلم عليهم النهار. فايه القصة بقى بتاعت الله? ليه قال لكل انت اطاخي وانت ركزوا بقى معايا في اللي هقوله الحبة اللي جيس. ما تكوش دعوا بالسلايز قوي بس تركزوا في التفاصيل. القصة بتبتدي معانا من سنة ربعمية ايه من سنة ربعمية تمانية واربعين. ايه اللي حصل في سنة ربعمية تمانية واربعين? ده قبل المجمع بتلات سنين. طبعا قبل المجمع بشوية احنا كنا واقفين عند مجمع افاسوس. فكان البابا كورولوس ده من مصر. ونسطور ده من الكوستنطينية. فاللي حصل انه اتحرم نسطور. فكأن اسكندرية كده مدية كتف للكوستنطينية. وده كرسي كبير من الكراسي في الامبراطورية. آه كرسي من الكراسي الخمسة برافو عليك. المهم سنة ربعمية تمانية واربعين كان فيه اجتماع للأسقفة بتوع الكوستنطينية. برئاسة البترك بتاحهم اسمه فلافيانوس او فلافيان. جاء له واحد اسقف كده عنده في المنطقة اسمه يوسابيوس. قال له ايه? احنا عندنا هنا واحد راهب رئيس دير. بيقول كلام خطير. الراهب ده اسمه قطاخي. الراهب ده اسمه قطاخي. قال له بيقول ايه? بيقول ان جسد المسيح مزاي جسدنا. جسد المسيح مزاي جسد. يعني نسوته مزاي نسوتنا. ومال ايه اللي حصل? قال لما اتحد اللهوت بالنسوت. اللهوت بلع النسوت. طب نشبهها ازاي دي? نجيب كباية مية. ونجيب معلقة سكر. لو شبه المية باللهوت والسكر بالنسوت. فحطينا السكر وقلبنا? حصل ايه? ادى بالسكر فاتبقى المية. فهو قال لك كده. حسب الكلام اللي يوسابيوس بيقوله. انه قطاخي بيقول انه لهوت المسيح امتص نسوته. فاتبقى طبيعة واحدة لهوتية في المسيح بس. دي اسمها ايه? باليوناني. مونو فيسز. مونو يعني واحد. فيسز يعني طبيع. حلوة. قال له ده كلام خطير. احنا لازم نتصرف. نعمل مجمع. فراحوا عاملين مجمع واستدعوا اطاخي. اطاخي ده كان رجل عنده تسعين سنة. رئيس دير. والشيخ بقاله سبعين سنة فالرهبانة. فرجل عجوز. ولا قال الكلام ده? ممكن يكون قاله وممكن يكون ما قالوش. بس ما بشرش بي يعني. ممكن يكون مش فاهم. جابوا قدام المجمع. قالوا له يا عم اطاخي. انت بتقول الكلام ده? قال لهم يا اخوانا. انتوا اللي بتفهموا في اللاوت. اشرحوا لي. طب خلاص اسمع الكلام اللي نقوله ده وقول ورانا. نقول ايه? قول كده. محروم كل اللي ما يقولش ان فيه طبيعتين في المسيح بعد التجسد. احرم اي حد يقول ان ما فيش طبعتين في المسيح بعد التجسد. يعني بعد ما المسيح الجسد اللاهوت والنسوت موجودين كطبعتين. فالراجل قالي الكلام ده انا قلق منه. ده شبه كلام نسطور. وما سمعتش ولا اساناسيوس ولا كرولوس بيقولوا الكلام ده. انا مش هحرمهم. احرم اساناسيوس وكرولوس. قالوا طب خلاص انت محروم. فرحوا حرمين اطاخي. وشالوه من رئاسة الدير. يبقى هو اطاخي اتنسب له انه بيقول ايه? او طبيعة واحدة لهوتين. هم ايمان هم اسمه ايه? يعني طبعتين في المسيح. طيب. احنا ايماننا بقى اسمه ايه? مايا فيس. مايا فيس. انا شرحتها مرة قبل كده دي. ايمان اسمه مايا فيس. يعني طبيعة واحدة من اتحاد الطبعتين بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. يعني من ساعة لما حصل اتحاد بين اللهوت والنسوت في احشاء السط العذرة بتكلم على مسيح واحد. انسان كامل والله كامل. زي شبهتها لكم قبل كده بالدي ايه? ولا ما شبهتاش بالدي ايه? الدي ايه? عارفين الدي ايه? ده مش متكون من شريطين? والاتنين مربوطين ببعض هو اسمه دي ايه واحد? فدي كأنها طبيعة المسيح الوحدة فيها اللهوت وفيها النسوت. طبيعة واحدة غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. متحلة. اتحاد حقيقي بنسميه اتحاد اوكنومي. فده ايمان اسمه ما يعني واحد من اتنين. حلو. نرجع له اطاخي تاني. اطاخي قال ايه بقى? انا مش هموت كافر. راح اشتكل الامبراطور. على بال ما هو راح يشتكل الامبراطور كان الخبر وصل لروما. بابا روما ساعتها كان اسمه ايه? لاون. اسمه لاون بس. اسمه لاون الاول. حلو? لاون لما سمع قال ده انا بابا روما والكبير الاعدى ازاي الموضوع ده يعدي علي? فراح كتب رسالة. اسمها الرسالة العقائدية. باللاتين اسمها بقت معروفة في التاريخ باسم التومس لاون. التومس لاون ده عبارة عن رسالة بيرد فيها لاون على كلام اطاخي. بما ان اطاخي بيتكلم على طبيعة واحدة? فراح البابا لاون قعد يزود قوي في في موضوع الطبيعتين. لدرجة انه بقى كلام شبه كلام نستوك. فقال مثلا ايه? كان الجسد او اللحم. الجسد يعني. يتصرف فيما للحم. يعني فيك تصرفات للجسد كده مع نفسه. وكان الكلمة يتصرف فيما للكلمة. واللوجوس او اللاهو بيتصرف لوحد. طب ما ده كلام شبه كلام نستوك ده خطير. انت لازم تشرحه. قول الكلام ده عامل ازاي? ما شرحش. المهم بعت التومس لاون ده لفلافيانوس. طلع وطاخي على الامبراطور كان سوودوسيوس الصغير. بتاع مجمع افس. معلش يا تفاصيل كتيرة. بس هي ما بتتحكيش. انا بخصلكم مجلدات. مجلدات بجد. بتاع ده كتب فيه كتب. لسه بيتكتب فيه كتب لحد النهار. المهم راح للامبراطور. قال له انا مش هموت كفر يا جلالة الامبراطور. كان سوودوسيوس سئل. هو هاني رامزي. في فيلم التسعة واربعين شهيد لو تفتك. فالامبراطور سوودوسيوس قال له كلامك مزبوط. احنا لازم نعمل مجمع. فامر الامبراطور بعمل مجمع تاني اسمه مجمع افسوس التاني سنة ربعمية تسعة واربعين. قال انا اجيب بطرك اسكندرية. وبطرك انتاكيا. وبطرك ارشاليم. ويقعدوا يحكموا في الحكاية دي. فجي البابا ديوس كوروس من مصر. وجي بطرك ارشاليم كان اسمه جوفينال. وبطرك اه سوريا كان اسمه ثلسيوس. وعملوا مجمع في مدينة افسوس سنة تربعمية تسعة واربعين. جابوا قطاخي قدام المجمع. انت يا قطاخي بتقول ان المسيح فيه طبيعة واحدة والكلام اللي منسوب ليك ده قدام المجمع انكر. قال لا انا ايماني ايمان كورولوس واساناسيوس. طبيعة واحدة من اتحاد طبيعتين. فالمجمع ملقاش حاجة ايدينها ايدين الراجل ما الكلام بيتكلم مصبوط. تمضي يا با. امضي. فمضى. فالمجمع راح رجع قطاخي تاني كرئيس للدير ورجعوا ردبته وتمام التمام. طب والاتنين اللي اشتكوا عليه بقى فلافيانوس ويوسابيوس راح المجمع امر بحرموه. حرامهم بقى. فكأن كده اسكندرية قدت كتف تاني. لمين? للكوستنطنية. ولزادت التينة بلى زي ما بيقوله ان بطرك الكوستنطنية بعدها بتلات يام مات. من الصدمة. او من الخضة يعني واته. ماتوا خلاص. طيب مين بقى كان حضر المجمع ده? في من ضبين عن روما. روما جاية بعت اتنين اصاقفة. معهم رسالة التوماس لاون دخلين بقى بقلب جامد كده. انتوا هتقروا الرسالة بتاعت اخوك والبابا لاون فكل الناس تؤمن وتقول المجد لله في الاعلى. طبعا الرسالة لما وصلت الاصقفة بما فيهم البابا ديسكوروس وكده. كانوا حاسين ان فيه شبهة نسطورية في الكلام. ففكروا قالوا ايه? لو احنا قرينا الرسالة دي في المجمع. وتشاف ان هي نسطورية. ايه اللي هيحصل? هيتحكم على بابا روما النهار توكل. فتتقسم الكنيسة. فقرروا من الحكمة ان احنا ما نقراش الرسالة. قالوا لا لا ده احنا عندنا رسال بعتها لنا تلات رسالة وده احنا عندناش جدول الاعمال ما يقضيش غري احنا نقرأ التلات رسال ده. نعمل تصويت تصويت تمام. فخرج منضبين روما متغازين ومتدين. ازاي رسالة بابا روما ما تتريش. وراحوا طالعين على روما. وحكوا للبابا لاون. فالبابا لاون اتغاز جدا. وعمل مجمع في روما حرم في البابا ديوسكورس. فراح البابا بتاع روما ايه? مدي كتف جامد للبابا ديوسكورس. اه. طب البابا ديوسكورس هيقعد ساكت عمل مجمع في مصر وردله الحرمانية. فكأن كده في انشقاك حاصل في الكنيسة بس لسة مش معلن. ما بين روما وسكندرية والكوستنطنية. البابا لاون برضو ما سكيتش. راح مكلم الامبراطور. بعيت له. قال له انا مش عجبني اللي حصل ده. والمجمع ده مجمع لصوصي. ده ما قاروش الرسالة بتاعتي. ده احكموا على رجعوا قطاخي. ده ده شكلهم قطاخيين. عشان كده احنا لسه بيتقال علينا لحد النهار ده قطاخيين عشان المجمع ده. عشان احنا برقنا قطاخي في المجمع ده. فاتحكم علينا احنا معنا عقيدتنا غير كلام قطاخي. المهم فالامبراطور سؤدوسيوس قاله لا. فيش الكلام ده. مدام اتحكم في المجمع انا اصدرت قراري. الكلام ده سنة ربعمية تسعة واربعين. ربعمية وخمسين. الامبراطور سؤدوسيوس او هاني رمزي ركب الحصان بتاعه درجن 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 درجن. وقع من الحصان اتصاب مات. مات. الله يرحمه ويحسن اليه. وما كانش ما تيجي تتكلم انت يا ماريو. حاست ان ماريو عامل زي الملقن. خليك في الكلوس بتاعك انا اهو. ميش. انا عارف ان انت اشاطر بزكرة يا ماري. بس سديني فرصتي. اه اه انا عارف ان انت كمان شاطر. اه انا شاطر. المهم المهم. فراح الامبراطور سؤدوسيوس لما مات ما كانش عنده ولاد. فمين هيمسك الحكم? ما عندهش ولاد. اللي شاف فيكو الفيلم بتاع التسعة واربعين شهيد. كان هو بعت رسائل لمصر عند الرهبات يصلوله. وقالوله انت مش هتخلف. فمين في عيلي في عيلي في عينيه الحكم? اخته. اخته كانت رهبة. او ندرة ندرة الرهبة انا كان اسمها ابو الكاري. فسابت الرهبانة. بلا رهبانة بلا بتاع. اه وراح تتجوزت رئيس الجيش. كان اسمه ماركيا. وايه? واصبحت هي الامبراطور ابو الكاريا وهو الامبراطور ماركيا. مين اول واحد يبركلهم عالجوازة الميمونة دي? اكيد لا ونبابا روما. الف الف مبروك العروسين. عشرة كيلو سوكلاتة باتشي. وطن اصغار من ان هنا من الزتون يمكن او من اي حتة. وبعتها لهم عالاصر. الف الف مبروك العروسين عايزين نعمل مجمع. فعجباتهم حكاية المجمع دي. فوفقوا وقرروا عقد مجمع مسكوني. او مجمع خلقودونيا سنة ربعمية واحد وخمسين. ده خلاصة الاحداث اللي قادتنا للمجمع. معلش يا فيها تفاصيل كتيرة ورايح وجاي وخبس وحاجات كده. بس ده اللي حصل. ده التاريخ. بس انا بلا اخصولكو يعني. بلا اخصولكو جابت. طيب ايه بقى الاسباب اللي تخلي الناس دي توافع المجمع. ليه عايزين يعملوا مجمع. ما خلاص الموضوع اتحكم فيه. وقطاخي مفروض يعني كده. لأ. كل واحد كان عنده نية مبيتة في موضوع المجمع ده. البابا لاون عايز مجمع مسكوني رسمي. يخلص فيه من البابا ديوسكورس. دي نمرة واحد. نمرة اتنين عايز رسالة التوماس لاون دي تبقى هي الايمان بتاع الكنيسة. تحل محل قانون الايمان. يبقى هو بابا روما اللي يشرع الايمان في الكنيسة فيعتمد رسالة التوماس لاون. نمرة تلاتة عايز يأكد ان بابا روما هو رأس الكنيسة ونمرة واحد. لو تفتكروا مع بعض كده مجمع الكوستنطينية كان فيه قرار اداري بيقول روما نمرة واحد كوستنطينية نمرة اتنين وكنيستنا موافقتش على الكلام ده. فبابا روما عايز يأكد ان هو رئيس الكنيسة. ده بابا روما. طيب الامبراطور والامبراطورة عايزين يعملوا المجمع ليه? نمرة واحد متغازين من البابا ديوسكورس برضو. ليه? وقف لهم في الجوازة. هو اي حد كده يبقى راهي بيسيبر الوهبانة وخلاص ويرجع? لا ده فيه قوانين في الكنيسة بتقول لو حد سابر رهبانة. فيه قوانين في الكنيسة بتتطبق عليه? بيتحرم مسلا من المناولة المدة مش عارف ايه? يحرم ايه وما يتجوز صغير بعد فترة. فيه قوانين في الكنيسة معطوطة. فالبابا ديوسكورس بينفز القوانين ما عجبوش اللي حصل. فهم متغازين منه. واقف لهم في الجباسة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين عايزين اسمهم يتخلط في التاريخ. زي سؤدوسيس وزي كوستنطين. اش معنى احنا كمان ما نبقاش حمات الامان. ما نعمل مجمع مسكون. نمرة ثلاثة عايزين يلعبوا لعبة السياسة برضو. زي ما روما مفروض نمرة واحد. لا احنا نخلي كورسي الاوسكو في اللي جنبين احنا هو نمرة واحد. اللي هو ايه? كورسي كوستنطيني. فعايزين يلعبوا اللعبة دي. فكل دي اهداف مبيتة عند كل واحد ورا موضوع المجمع بتاع خلق دول. طيب مين شخصيات المحورية في المجمع اول واحد البابا بابا اسكندرية رقم خمسة وعشرين. والراجل ده كان مدير مدرسة اسكندرية وتلميز البابا آآ كورولوس الكبير وحضر مع مجمع افس. الراجل ده بيقول ايه? ان اتحاد كلمة الله بالجسد كاتحاد النفس بالجسد. يعني اتحاد اللاهد بالنسوت زي اتحاد النفس البشرية بالجسد. وكاتحاد النار بالحديد. وان كان من طبعتين مختلفتين فباتحادهما صارى واحدا. هو انا لما النار اسخم فيها حتة حديدة او حتة فحمة. اعرف افصل النار عن الفحم او النار على الحديد مقاره اصبح حاجة واحدة. هو ده فهمنا عن اتحاد اللاهد بالنسوت في المسيح. على الجانب الاخر كان فيه لاون بابا روما طبعا شخصية محورية ومحضرش المجمع برضو بس شخصية مؤسرة. البابا لاون بيعتبروه اكبر راس في تاريخ الكنيسة الكاتوليكية. اكبر يعني من اكبر الكدسين في تاريخ الكنيسة الكاتوليكية. كان بيقول في التومس لاون ايه? كل واحدة من الطبيعتين تقوم بما يختص بها بالاشتراك مع الاخرى. اعني ان يقوم بما يختص بالكلمة والجسد يقوم بما يختص بالجسد. الكلام ده شبه نسطور. محتاج يتشرح. اه كده فيه الفصل. لو انت قلت لنا الفصل بين الطبيعتين دول. حاصل في دماغ انا بس. في دماغاتنا احنا بس. ممكن يمشي. لكن لو حصل في شخص المسيح نفسه يبقى ده كلام نسطور. يعني ايه? انا ممكن اقول ايه? المسيح وهو ماشي عالمية. ده عمل من اعمال اللهوت. صح? لانه إله كام? للمسيح لما بيقوم الميت. مش ده عمل من اعمال اللهوت. وقول المسيح لما يقول انا عطشان. انا جعان انا نايم. ده عمل من اعمال ان انا كده فرقت في دماغي. اقول ده انسان كامل وإله كامل. لكن في شخص المسيح هو واحد بس. ما فرقش ببين الاتنين. ممكن افرق في العقل بس عشان اقول ده انسان كامل وإله كامل. وده اللي ايمان كنسيتنا البابا بشهو ده قال كده والبابا بشهو المتنيح قال كده. يكون الفصل بين الطبيعتين في العقل فقط. او في الزهن فقط. لكن في شخص المسيح نبقى احنا كده نساطرة. لكن لو ما شرحش ساعتها. ما ارداش يقول. وكمان التوماس لوان ده كان مكتوب باللاتيني. المصالحات اللاتيني فيها مشكلة عن المصالحات اليوناني اللغة بتاعت الشارق. فدي كانت مشكلة تانية. بس بيش دي المشكلة الاكبر يعني. هو اصر بصفته. انا راس الكنيسة. الكلام اللي اقوله يبقى هو في قصة كده بتقول ايه? قصة في الفلكلور الكاتوليكي. بتقول ايه? بتقول لوان لما كتب التوماس لوان كان محتار. فكتب صيغة كده? ورح لففها وحطها على قبر بطرس الرسول في روما. وصلى وصم اسبوعين. دي قصة في الفلكلور الكاتوليكي. رجع بعد اسبوعين فتح الرسالة. لقى متشطب فيها ومتصلح. ومكتوب من فوق بطرس تكلم. يعني بطرس قاعد فوق بقى بيصلح كغريس. يعني ما فاضي بقى. اه صح ايه غلط دي ايه التشكيل كده بقى. اه. ففي اعتقاد في الفكر الكاتوليكي ان ده كلام بطرس الرسول. ان بطرس الرسول اللي تكلم وقال الكلام ده. عشان كده متشبسين بالقصة دي. لكن دي قصة في الفلكلور وما فيش عليها اي اثبات. ما نعرفش. ده ملناش دعوه. بس اكيد عمرنا ما شفنا اي القدسين من فوق تدخلوا في اي عقيدة. هم عكتوا ليك عندهم كده. بطرس يقول العدرة تزهر تقول حاجة برضو عقيدة. احنا ما عندنا بتزهر صمتة الست. ما كتعندوكو هنا. صهرت عاملك كدهوت كده. ولا فتحت بقاه. لكن عندهم بتتكلم. مخصمنا? مش عاجب. ما عليه. اه عندنا اللي كله بيتكلم. المهم. في شخصيات تانية في المحور في في المجمع واحد اسمه سقدوريت اسكف كورش. سقدوريت اسكف كورش ده كان نسطوري. بس حضر المجمع. وكان بيكره البابا كرولوس عمود الدين عامة. وقال كده. الان مات كرولوس. والان يضج سكان الجحيم. ليه? لان كرولوس معهم. يعني حكم ان البابا كرولوس راح الجحيم. والناس زهت كمان منه. شوفوا الكره عمل ازاي? سقدوريت ده حضر المجمع. وللاسف عمل شركة مع الكنيسة بتاعت روما. فده احد اسباب اللي بتخلينا نرفض المجمع. انه قبل المجمع واحد نسطوري في المجمع. فده يخلينا نقلق. ده المجمع في مشكلة نسطورية بقى. يوسابيوس اوسكوف دورلم ده تكلمنا عليه. واحد اسمه اتيكوس. اتيكوس ده اعترض على التوماس لاون في المجمع. مش شخصيات اللي اعترض على التوماس لاون في المجمع. نخش على المجمع شخصي. المجمع اتعمل في كنيسة اسمها كنيسة القديسة اوفمية في مدينة خلقودوني. المهم ده الرسالة اللي بعثها ماركيان نخش على جزلات وعمل المجمع. المجمع انعقد يوم تمانية اكتوبر سنة اربعمائة واحد وخمسين بحضور حوالي خمسمائة اوسكوف. من جميع انحاء العالم. مصر كان رايح منها البابا ديوسكوروس ومعها تلتاشر اوسكوف. تلتاشر اوسكوف. طيب جنف الجلسة الاولانية. الموضوع بقى متحضر ان هو ايه? يخلصوا من البابا ديوسكوروس. فالموضوع متحضر الاتي. اول حاجة الامبراطور اصدر قرار ان اللي يكون رؤساء المجمع اضاء. اضاء. تمنتاشر قاضي. ده على عكس كل المجامع اللي فاتت. بزا كل المجامع بيبقى رئيس المجمع ايه? اوسكوف. لا. ده قال المجمع ده يكون تمنتاشر قاضي هما رؤساء المجمع. ده مشكلة تانية انت بتدخل السياسة في الدين. دي اول حاجة. دخلوا القضاء قعدوا في الوسط. بعدين الاسقفة بتوع الشرق بيعودوا الناحية دي واسقفة الغرب بيعودوا الناحية دي. بابا ديوسكوروس يعود مع بتوع الشرق. منضبين روما اعترضوا. قالوا لا. ديوسكوروس يعود مع المتهمين. احنا لازم نشوف هو عمل ايه في موضوع قطاخي القوي. يا عم يهديك يرديك. لا اه. لو ما عملتوش كده احنا هنصعد الامر للامبراطور والبابا لا وانو مش هنحضر المجمع. وشوفوا مين يعترف بيه. فطبعا تحت ضغط منضبين روما الاسقفة التانيين ضغطوا على البابا ديوسكوروس والقضاء فقعد مع المتهمين. فتحول المجمع من اول جلسة لمحاكمة البابا ديوسكوروس. راحوا سألينه بقى. طب انت اطاخي ده. رجعته لشركة الكنيسة بمناسبة ايه? فرجل قال لهم عندنا المحاضر بتاع المجمع. سنة ربعمائة تسعة وربعين هاتو. جابوا المحاضر اروا تمام تمام ماشي. فراح واحد من القضاء سائل سوائل. قال له طيب خلاص اطاخي انتو رجعتوه. طب حكمتوا ليه بالحرمانية? على يوسبيوس وعلى فلافيانوس اللي هم اشتكوا عليه. فواحد من الاسقف اللي قاعدين تبرع كده. وقال ايه? قد اخطأنا يا جناب الكضاء. اخطأنا. واحد كان حاضر مجمع قافس برضو. مش من عندنا احنا. اه ما انش عارفين اسمه ايه في التاريخ. بس هو لبس الناس كلها الحمد لله. فالقضاء مسكوا في حكاية اخطأنا دي بقى. اه قاله ده بل ظهر بقى ان فيه كل كنيسة لازم ترجع ترجع ايمانها. ده فيه ناس موافقة على كلام قطاخي فيه ناس مش موافقة. لا احنا نرجع نرجع ايمانه. فنفض الجلسة دي كل كنيسة تروح تكتب لنا اكرار ايمان ونيجي ننقشه الجلسة اللي بعد كده. اما فيفضل مع المحتجزين لحد الجلسة اللي بعد كده. دي كتاول ايه? اول جلسة. بعدها بشوية جم ميتين اسقف من الاسقفة بتوع المجمع بقيادة اسقفة روما عملوا جلسة على جنب. جلسة مش رسمية. مدون حضور الاوضاء. كان هدف الجلسة دي ايه? يجيبوا البابا ديوسكوروس يرغمون ان هو يوافع التوماس له. البابا ديوسكوروس محتجز. مش عارف يجي. وحتى ازا كان عارف يجي الجلسة مش رسمية. لان ما فيش قضاء. فرفض ان يحضر. فاستدعوه مرة مجاش. استدعوه مرة تانية مجاش. استدعوه مرة تالتة قوانين المجامع كبتول كده. يستدعوه تلات مرات. مجاش. فحصل ايه? راح الميتين اسقف دول حكموا على البابا ديوسكوروس بالعزل. يتعزل من منصبه كاسكف الاسكندرية بسبب رفضوا الحضور قدام المجمع. بيسموها تهمة اصدراء المجمع. فتحكم على البابا ديوسكوروس في الجلسة دي بالعزل. في فرق بين العزل والحرمنية. هم ما حرموهوش. ليه? لانه ما فيش حاجة ما فيش حاجة هرتوقية اولا. البابا ديوسكوروس مش هرتوقي. عشان يحرموه. مجمع خلق الدنيا ما حرمش البابا ديوسكوروس ده عزلوا. ده حكم اداري. لاسباب سياسية. طلعوا الميتين اسقف دول عملوا بقى اللي بيسموه لوبينج. قدوا يبلغوا الاسقفة التانين جوم الجلسة اللي بعد كده. بلغوا عموم الاسقفة. باللي حصل فالمجمع بمعظم اسقفته خد قرار بعزل البابا ديوسكوروس. فتعزل البابا ديوسكوروس فيما بعد راح الامبراطور واخده نفا في جزيرة اسمها جزيرة جانجرا. مات هناك بعدها بتلات سنين سنة ربعمية اربعة وخمسين. سنة ربعمية اربعة وخمسين. في قصة كده في التاريخ يقول لك ايه? مش عارب دي سمعت بتاعتها برضو ولا? ايوة بتاعت الدقني دي يقول لك ايه? البابا ديوسكوروس قابل الامبراطورة في المجمع. فراح قال لها فراح قايت له ايه? ايه? ومش عارف انت انا هعمل فيك زي ممي عملت في يوحنة زابيه الفم. علشان امها كانت نفت يوحنة زابيه الفم. في القصة بتقول ان البابا ديوسكوروس رض عليها. قال لها طب انا هعمل فيك زي ما يوحنة زابيه الفم عمل فمك. ايه الراتح ده? ايه يوحنة زابيه الفم بعد اما مات امها عيت وراحت عند القبر بتاعه تصلي عشان تخيف. ماشي? اه 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 راتح بق فراحت بوليكاريا حسب الكسة قيمة راح تبدي له له كمية فوقعت سنانه. فقعد يلمها. وبعتها مع دي اتشيل للمصر. خدوا يا ولادي صامرة جهادي. طبعا ما حصلش الكلام ده. ليه ما حصلش? لان حسب كل كتب التاريخ بوليكاريا وماركيان ما حضروش غير في الجلسة الستة او السبعة من المجمع. يعني ما قابلوش البابا ديوسكوروس اساسا. طب ما للكلام اللي حصل ده ازاي? البابا في المنفى ممكن يكون حصل له كده. كان فيه تجار بيروحوا ويجوا عالجزيرة اللي كان منفي فيها البابا ديوسكوروس. فوارد جدا انه هناك الجنود فعلا يكونوا عزبوه وبعت فعلا دقنه وسنانه لمصر هزيه صامرة جهادي. بس بقى مقوعه بقى ساب الحرس وعنا لام السنانه وبقى قد يابني. القصة مش منطقية قوي. لكن ممكن تبقى منطقية في المنفى. في قصص كده بتبقى في معانا. المهم نرجع للمجمع خلاص نافه كده حكموا على البابا ديوسكوروس بالعزل. كماله. قالوا بقى احنا عايزين نعمل التوماس لاون نقره كايمان الكنيسة. فضل الناس كتير عمالة قاوح وتعترض ان فيه شبهة نسطورية ضغطوا يمين شمال منضبين روما لحد ما ايه? ما اقرر المجمع التوماس لاون كعقيدة للكنيسة. عشان كده احنا بنرفض المجمع ده. بعدين جابوا ايه? جابوا الاسقف المصريين. كان فيه تلتاشر اسقف من مصر. قالوا لهم امضوا عالتوماس لاو. فقالوا لهم مش هنعرف نمضي واحنا ما عندناش بطرك. ما انتم عزلتوا البطرك. قعدوا يضغطوا عليهم يمين شمال فالتلتاشر دول اتقسموا فرقتين. في تسعة ما رضيوش امضوا. فدول اتنافوا مع البابا ديوسكورس. فيه اربعة ماضوا. دول خادوا قرارات مجمع خلقودونيا ورجعوا بها على مصر. رسموا بترك تبع مجمع خلقودونيا. فاصبح في مصر من ساعة مجمع خلقودونيا لحد النهاردة. فيه بطركين. بطرك للارسزوكس الغير خلقودونيين. اللي هو حاليا البابا تقدروس. وفي بترك للارسزوكس الخلقودونيين. اللي هو اسمه السقد روس التاني اللي هو بطرا بطرابпервوم لارسزوكس. من ساعة مجمع خلقودونيا لحد yellow wise. بقى فيه سلسال بطاركة تاني غير بتاعنا لان البطاركة بتاعنا معظم الوقت كانوا بيبقى منفيين او مسجونين بسبب مجمع خلقودوني فمن ساعة مجمع خلقودوني حتى في مصر اتقسم طبعا الاغلبية العظمى هي الغير خلقودونيين لو احنا لقباط وفيه الروم الارتزوكس والكاتوليك دول الخلقودونيين المهم المجمع كمل معانا وبعدين ابلس ودوريت اسكوف كورش عشان ننجز جينا في اخر جلسة راح المجمع عمل تمانية وعشرين قرار اداري تمانية وعشرين قرار اداري نهى بهم المجمع القرار الاداري رقم تمانية وعشرين هو ده وقال اللي كان الامبراطورة عمله على مزاجه قال لك ايه احنا نعيد ترتيب الكراسي الاسكوفية تاني روما والكوستنطنية يبقوا زي بعض ده الاول وده الاول منضبين روما ما عجبهمش الكلام ده فاصبح صراع ما بين بطرق الكوستنطنية وبطرق روما من هو البطرق الاعظم في الكنيسة استمر للصراع ده قد ايه خمسمائة سنة كمان لحد ما وصلنا لسنة الف اربعة وخمسين حصل ايه جزء في روما ضاف حتة على قانون الايمان اسمها منبسكم والاب والاب فراح بطرق روما كان اسمه لون التاسع بطرق الكوستنطنية كان اسمه مايكل كوريليوس حرموا بعض فاتقسمت الكنيسة الخلقودونية الجزء الشمال بقاسمه الكنيسة الكاتوليك والجزء اليمين بقاسمه الروم الاورتزوكس بسبب القرار لقم تمانية وعشرين في مجمع خلقودوني ايه سابوا بعض الرسالة على المسبح اه طيب ده شكل تعريف الايمان بتاع مجمع خلقودونية بيتكلم على وجود طبعتين في المسيح ماشي ده بيأكد يعني فكرة طبعتين تأكد في المجمع اوكي بس تاني في فرق بين فكرة طبعتين ده وبتاع نسطور بتاع نسطور قال المسيح في طبعتين باكنمين بشخصين دول بيقولوا طبعتين في اقنوم واحد وشخص واحد ممكن نقبل الكلام ده لو الفصل في العقل فقط ممكن نقبل الكلام ده لو فصل في العقل فقط لو فصل فعلي في المسيح يبقى كلام نسطوري نعم بمعنى ايه تاني كلام بتاع النسطور كان بيقول ايه ان المسيح بيتصرف ساعات انسان وساعات اله عشان فيه طبعتين واللي تولد من العذرة ده المسيح الانسان بعدين حل على اللاهوت بعد كده. احنا بنقول لا. اللي حل على الماول ما اللاهوت حل في احشاء العضرة والتحد بالنسوت الاتحاد حقيقي كامل. فاصبح طبيعة واحدة مفيش انفصال. ولا ولا طرفة تعين ولا لحظة واحدة ولا طرفة تعين. بين اللاهوت ونقولها في القدسة على طول. ماشي? طيب هم دول بيقولوا ايه? المسيح حصل اتحاد بين الطبيعتين اللاهوت والنسوت في احشاء العضرة. تمام. هو نفس الاله. بس الطبيعتين كل واحدة مكملة. مش عاملية اتحاد مع بعض بشكل ايه? انه يبقى طبيعة واحدة. مش لأ مش مصاحبة. مصاحبة دي بتاعة نسطور. لكن ده اتحاد بس مش عامل طبيعة واحدة في الاخر. الطبيعتين موجودين بس شخص المسيح من بره. واحد من بره. الكلام ده ممكن نقباله. تمشي. يعني كأنها طريقة تانية. بنعبر بيها عن ايمانة بس بمصطلحات تانية. ممكن نقباله. ده مش كلامي بالمنازل. تانية ده كلام البابا شنودة. وكلام الانبا بشوي. سنة تسعة وتمانين حصل حوار. يمكن يجي كلامنا عنه في الاخر. المهم قرارات المجمع نتكلم عليها كده بسرعة. في مسلا ايه? القرار الاداري رقم ستاشر. ده بقى عملوه مخصوص عشان الامبراطورة. مش الامبراطورة كان عندها مشكلة. ان هي ثابت الرهبانة وتجوزت. فعملوا لها قانون مخصوص. قال لك ايه? لا يجوز لعزراء نظرة نفسها للرب ان تتزوج. ما ينفعش وحدك كون نظرة نفسها للرب تتجوز. وهكذا لا يجوز للراهب ان يتزوج. وكل من خرق هذا القانون فليقطع من الشركة. يعني فروض اللي بيقطع القانون ده يقطع من الشركة. بس راحهم مزودين حتة. قال ولكن امران ولكننا امرنا ان يكون لأسقف كل ابراشية السلطة في معاملة امثالهما بالشفقة والرقفة عند الانقضاء. يعني عشان خطر الامبراطورة مشيها يا عم. اه. مشيها عشان خطر الامبراطور. فعملوا القانون ده متأيف عشان خطر الامبراطورة عشان يبقى جاوزها حلال وزي الفون. واذي القرار الاداري رقم تمانية وعشرين لما قال لك ان روما هي والكوستنطينية ليهم نفس الصلاحيات. بعد المجمع انقسم العالم الى قسمين. قسم خلقضونيين وقسم غير خلقضونيين. القسم الغير خلقضونيين ساعة المجمع كان احنا بس. الكنيسة القبطية فقط. فقط. لحد ما جه واحد اسمه سويرس الانطاقي في سوريا. كديس سويرس الانطاقي. ده اللي ضم كمان كنيسة سوريا بقت معانا. ورفض مجمع خلقضوني. فبقين احنا وسوريا. بعدين الكنيسة القبطية كانت اصلا هي المؤسسة الكنيسة في اسيوبيا. فبقت اسيوبيا معانا. الكنيسة السوريانية كانت مؤسسة الكنيسة في الهند. فالكنيسة الهندية كمان بيت معانا وبقى معانا الارمن. فبقينا كلنا على بعض ست كنائس. ست كنائس لا تعترف مجمع خلقضوني. هم دول الست كنائس اللي ما بيعترفوش مجمع خلقضوني. بنسميهم الكنائس الغير خلقضونية او الكنائس الارثوذوكسية المشرقية. بالانجليز اسمها مشرقية يعني في الشرق الاوسط يعني. مين هم كنيستنا الابطية? كنيسة اسيوبيا الاحباش. كنيسة اريتريا. اريتريا دي كانت دولة في اسيو. كانت في حتة في اسيوبيا وانفصلت بي الدولة تانية. سنة تلاتة وتسعين. كنيسة سوريا. كنيسة الهندية. وكنيسة الارمان الارثوذوكس. احنا مع بعض في شركة كاملة. يعني نقدر نتناول عند بعض نتجوز من بعض نقبل معمودية بعض. لو احنا مسافرين برا وملقناش كنيسة ابطية اي كنيسة من دول خش تناول عاطو. وفيهم ناس كويسين تقدروا تتجوزوا منهم يعني فيش مشكلة اه. اه 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 والارمان كمان. الفنانة صفينار. دي ارمان ارثوذوكس يا اخوانة فيه ايه? الفنانة كيم كارداشيان. ارمان ارثوذوكس. ده فيه ناس شخصيات عالمية مهمة في الارمان ارثوذوكس ده. لازم تهتموا بالموضوع ده. ابحثوا اكتر في الموضوع. اما الكنيسة الخلقودونية اللي هم الارثوذوكس الخلقودونيين دوله اربعتاشر كنيسة حاليا. اربعتاشر كنيسة. كل كنيسة منهم ليها مجمع وليها بطرق. عشان كده لما نيجي نعمل حوار. لازم نعمل حوار مع كل كنيسة الوحدة. مفيش تجمع واحد بيضموه. زي كنيسة اللقباط الملكانيين اللي هم الخلقودونيين في مصر اسموهم اللقباط الملكانيين. عشان الملك اللي كان بيعين البطرق. كنيسة كوستنطنية اللي هي في اسطنبول. في بطرق في اسطنبول. اللي هي تركيا. كنيسة ارشاليم. الراجل اللي بيطلع لنا النور يوم سابت النور. آآ كنيسة روسيا. كنيسة اليونانية. اوكرانيا. سربيا. رومانيا. كل حاجات شرق اوروب. اربعتاشر كنيسة. اخر حاجة هنختم بيها هل الوحدة ممكنة ولا لا? هل الوحدة ممكنة ولا لا? بعد كل اللي انا حكيته ده. بقلنا الف وخمسمائة سنة بنهري. هل الوحدة ممكنة ولا لا? بتكلم على الروم الاكسزوكس بس. طبعا السادر المسيح في الصلاة والختمية اراد انه كل كل المسيحية تبقى واحد. طيب بما ان مفيش مجامع مسكنية. مفيش مجامع. خلاص وقفت. ليه? لان مفيش امبراطور يؤمر بعقدا. طب مين هيجمعنا سوى الامم المتحدة? مش دورها. طيب البديل ايه حاجة اسمها الحوارات المسكنية. يعني كل كنيسة او كنيستين يعودوا يتكلموا مع بعض. فاحنا ككنيستنا الابطالية عملنا حوارات معروم الاكسزوكس. فعهد البابا شون ده بس كل دول. سويسرة سنة خمسة وتمانين داري الانبابشوي سنة تسعة وتمانين. سويسرة ايه لاخره الاخر. اهم حوار فيهم كان سنة الف تسعمية تسعة وتمانين في داري الانبابشوي. قال كده. الحوار قال القاتي. اتفق الجانبان. احنا وروم الاكسزوكس في الحوار بس عن سنة تسعة وتمانين. ان كلمة الله هو هو نفسه. قد صار انسانا كاملا بالتجسد مساوي للآف في الجوهر من حيث لهوته ومساوي لنا في الجوهر من حيث نسوته بلا خطيه. صح? يعني هو اله كامل مساوي للآف في الجوهر وانسان كامل مساوي لنا في الجوهر بلا خطيه. وبعدين. وان الاتحاد بين الطبائع اللي هو اللاهوت والنسوت في المسيح هو اتحاد طبيعي اوكنومي حقيقي تام بغير اختلاط. ولا امتزاج ولا تغيير ولا انفصال. وانه لا يمكن التمييز بين الطبائع الا في الفكر فقط. ده الكلام اللي اتفقنا فيه مع الروم الارزوكس سنة الف تسعمية تسعة وتمانين. بس مش كل الكنيسة الروم الارزوكس. اللي كان حاضر الكنيسة الروم الارزوكس في مصر وافريقيا. طيب حلو الكلام ده. يبقى ناخد خطوة بعد كده. خدنا خطوة. سنة الف تسعمية وتسعين. خد المجمع المقدس قرار. في كنيستنا الابطية. برفع الحرومات التاريخية. عن كناس الروم الارزوكس في مصر وافريقيا. يعني نقدر نروح نتناول عندهم ويجوا يتناولوا عندنا وكده. ونتجوز منهم بدون اعادة معموضية. بالتزامن مع رفع حروماتهم عننا. يعني نرفع وانت ترفع. هم ما رفعوش. فخلاص يبقى الكلام ده باطل كأنه محل ما كان مش فيش عاجة حصل. بس النية عندنا موجودة. نه? الكلام طب هم بقى بيرجعوا في كلامهم. طب نعمل ايه? البطرك اللي كان حتى عمل الاتفاقية دي سنة تسعة وتمانين مات في حدس الطيارة. البطرك اللي بعد يجي جاب وارا. فكنيس الروم الارزوكس في العالم مش على قلب رجل واحد. زي ما قلتوا. انا في ملاوي الرجل طردني قال لي انتهرتوك. دول عملوا حوار. الناس في روسيا حاجة تانية. كل مجموعة من الروم الارزوكس لها توجهاتها. عشان كده عشان نعمل وحدة. لازم نعمل حوارات مع الاربعتاشر كنيسة. وكل كنيسة المجمع الاساقفة بتاعها والبطرك يرفعوا الحرومات عننا واحنا نرفع الحرومات. ديكم الصحة وطلط العمر ان شاء الله. هختم بفيديو كده ممكن يدينا شوية امل. خليك قعد يا ماريو خليك يا ما تتعبش يا حبيبي. كله ممكن نشغله من هنا نعمل. ده فيديو لزيارة البابا فرانسيس لمصر سنة الفين وسبعتاشر. البابا فرانسيس طبعا هو ممثل كورسي روما. بعدين البابا فرانسيس راح ازهاري البتروسية. ساعتها ساعة عشان يصلي عندي ولا عشان ما عند الشهداء البتروسية. هنركز عند لقطة كده بس. هي اللي انا عارض الفيديو علشانها. هنلاقي في المشهد اللي جاي. البابا فرانسيس اهو داخل يولع شمعة. كترخيره. وبابا طبع دروس. بعدين بقى اول واحد ده ده بترك الكوستنطينية الحالي. اول واحد خالص ده. اهو اول واحد. اللي وراه الابيضاني ده بترك اسكندرية بتاع الروم الاورسزوكس. يعني بترك الكوستنطينية وبترك اسكندرية الروم الاورسزوكس بابا روما والبابا بتاعه. دعنا اه? اه فاللي حصل ايه? المشهد ده في مين? في بطرك الكوستنطينية وبطرك اسكندرية وبطرك روما. اول مرة يجتمعوا من الف وخمسمائة سنة في مكان واحد. جي حصل عندنا في البتروسية. وصلوا مع بعض قالوا ابانا اللازي. حاجة كده. يعني اه وصلوا صلاة الاجل الوحدة. فان شاء الله ربنا يديكم الصحة فضلنا الف وخمسمائة الف ومعمية على ما يحصل الوحدة ان شاء الله بصلواتكم. ايه? الكلام ده سنة الفين وسبعتاشر. من سبع سنين. انا خلصت. حد عنده سؤال في مجمع خلق الدنيا. ايوة. القداس عندهم طبعا القداس مرتبط بالثقافة. الروم الاورسزوكس اللي في مصر. بيصلوا قداس مريموروس. اللي هو تحول عندنا قداس البابا كرولوس. اللي هو القداس الكرولوسي. وبيصلوا قداس مستوردينهم القسطنطينية اسمه قداس يوحنى زهبي الفام. فمختلف عن ما بيصلوش البسيلي والغرغور. نفس الاسرار شفاعة القدسين. القرسزوكس الروم القرسزوكس. شبهنا في كل حاجة مع ده موضوع الطبيعتين اللي لسه عندنا فيه خلق. طبعا بيرشموا الصليب بالمشاقل بكده. احنا بنبشم كده وهم بيرشموا كده. ده فرق في التقليد. احنا بنقول المسيح نقلنا من الظلمة للنور وهم بيقولوا نقل من اليهود للامم. فده ما فيش مش هتلبس ولا حيما تخفق اهو باسم الامن. زي الفل ما ها. ده فرق في التقليد بس. كنيست اليونان روم ارسوكس برضو. اه. سؤال بس نسمع بعض بس فيه اسئلة هنا. قول. لروح الكدس منبسط ملقاب بس عند اه روم الارسوكس. الكاتوليك بس هم اللي ملقابوا الامن. وده سبب ازباب الانقسام اللي حصل بين الروم الارسوكس والكاتوليك. موضوع من بسق الروح الكدس ملقابوا الامن. اه. كنيسة الاسوبية تابعنا. ايه? لا الكنيسة الاسوبية تابعنا والاكبر هو غير خلق دونين زينا. دي كنيسة شقيقة. ايوة ماري. اه. البابا طوضروف صلى اداس. صلى اداس في كنيسة كاتوليكية بس حطت تلوح مقدس. زي ما بنصلي في السجن. زي ما بنصلي في المركز المؤتمرات. لأ ما كانوش مشتركين معنا في الصلاة. كانوا حاضرين بس كده. مش مشتركين معنا في الصلاة. ما فيش وحدة وشركة في الصلاة ليس. فضل حضرتك. كنيسة الانجلية دول بروستانت دول. ده قصة تانية خاص. مش معنا دول ولا هنا ولا هنا دول مع نفسهم. فضل. فيه بطرق للروم الارزوكس الخلقضونين موجود في سكندرية. بيروح النادي اليوناني. عارف النادي اليوناني? اللي عند القلعة بيروح يعود هناك. بس مش بقيت الكنيس في سكندرية كده. في جالية من اليونانيين عايشين في سكندرية ده البطرق بتاعها. ماشي? بس بقيت اللقبات عادية في سكندرية وفي كل حتة يعني. ايوة. مصر القديمة اليوم الكنيسة بتاعة مرجرجس الروماني ايوة. في اي سؤال تاني ايوة? ايه الفرق بين الكاتوليك العاديين? الكاتوليك يا اخواننا في حسب يعني فيه انواع مختلفة. فيه اقباط كاتوليك. فيه اروام كاتوليك. فيه كالدانيين كاتوليك. فيه مارونين كاتوليك. فيه ارمن كاتوليك. فاللي بيزبقهم دول يعني الاقباط الكاتوليك يعني الكاتوليك بتاع مصر. بيصلوا بنفس الطقس الابطي. بس الطقس الابطي عندهم قدات زينا بالزبط والكليسة شبهنا وابونا بيلبس باهنا ويقولوا بالابطي واجيوس وبشافعات وكل حاجة. بس عندهم ان بيصقر روحوا الكدس من الاب والابن وياخدوا الحل من بابا روما. الارمن الكاتوليك عندهم نفس الكلام بس بشكل الارمن. الارمن بيعملوا ايه? وهكزا. فهي طواف مختلفة من بس كلهم طابعين لبابا روما. في سؤال تاني? خلاص كده? ماريو بتعملها ماريو في اللابتوب? ماشي. اي سؤال تاني? شكرا شكرا شكرا.